الأسطورة الثانية عشرة أسطورة أثنى عشر الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود ربما بعض الكلام يأتي على نحو أو بصيغة يأتي بصيغة توحيد المقابل أنها فكاهة أو مزحة لكنها ليست كذلك نحن ما نقوله الآن بالرغم من بساطته فهو يرجع إلى برهان تام إلى برهان فلسفي إلى برهان عقدي إلى برهان كلامي تام حجة تام مدامغة لكن ليس عندنا إلا أن نتحدث بهذه الأمور البسيطة وبهذه النقوذ البسيطة الواضحة على منهج التكفير الداعشي التيمي حتى لا نجعل الشبهات والفتن في إذهان البعض ويؤدينا أن انحراف أو يؤدي أعلاقة لتقدير عدم الفهم إذن أقول أسطورة ثانية عشرة الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود قالوا قالوا رأيتوا ربي في صورة شاب أمرد له وفره جعد قطط في روضة خضراء شاب أمرد من دوني ستر من لؤلؤ رجليه في خضره قدميه في خضره عليه حل خضراء شاب موقر في خضر عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب شاب موفر في خضر على فراش من ذهب وفي رجليه نعلان من ذهب شاب ذي وفره قدماه في الخضره إلى آخره الكلام في خطوات خطوة أولى أقول لم يتطرق أي واحد من التيمية التفجيدا لم يتطرق قلت من هذا برهان تام حجة تام الدامغة حجة فلسفية حجة كلامية حجة منطقية على التيمية وعلى غير التيمية أقول الكلام في خطوات لم يتطرق أي واحد من التيمية إلى تأويل حديث الشاب بالأمرد الوفراء الجعد القطط ارجعوا إلى كل الكتب أنا لم أستقرأ الجميع لكن استقرأت الكثير لا يوجد أي تأويل لهذا الحديث لا يوجد أي تأويل لهذه الرؤية إذن أقول الخطوة الأولى لم يتطرق أي واحد من التيمية إلى تأويل حديث الشاب بالأمرد الوفراء الجعد القطط فهل عجز عن التأويل التفت سؤال مهم سؤال في السمين فهل عجز عن التأويل أو أنه مطابق ومماثل وحقيقة وواقع لا يحتاج إلى التأويل طبعا الثأن بعد أن قرأنا قبل قليل ماذا يقول ابن تيمية يقول هذه رؤية واقعية هذه رؤية عين تقتضي رؤية عين إذن هو مطابق ومماثل فهل يحتاج إلى التأويل الرؤية المطابقة تحتاج إلى التأويل لا تحتاج إلى التأويل إذن أقول لم يتطبق أي واحد من التيمية إلى تأويل حديث الشاب بالأمرد الوفراء الجعد القطط فهل عجز عن التأويل أو أنه مطابق ومماثل وحقيقة وواقع لا يحتاج إلى التأويل أقسم بأن ابن تيمية يقول بأنه مطابق ومماثل وحقيقة وواقع ولا يحتاج إلى التأويل كما ذكرنا قبل قليل الشاهد على هذا الخطوة الثانية إذا كان يحتاج إلى تأويل فليجتمع مفسرين الرؤى والأحلام من الإنس والجن من التيمية من الإنس التيمي والجن التيمي ليجتمعوا جميعا ومن غير التيمية وليفسروا ويؤولوا لنا رؤية الشاب بالأمرد الوفرة الجعد القطط ننتظر ننتظر الاجتماع وننتظر ماذا سيؤول هذا الحديث وهذه الرؤية في الحديث الخطوة الثالثة أقول فما هو تأويل الشاب الآن سأعطيهم الآن حتى يعني ما قبل الاجتماع سأعطيهم خريطة العمل الأسئلة وسهل عليهم الأمر وعليهم أن يتوب الإجابات بعد الاجتماع اجتماع الانس والجن التيمي أقول فما هو تأويل الشاب وما هو تأويل الأمرد وما هو معنى وتأويل الوفرة لهوفرة وإلى ماذا يؤول الجعد وما هو تفسير القطط فليذكروا لنا تأويل وتفسير ومعنى وتطبيق ومصداق كل مفردة من مفردات الرؤية خطوة خطوة رادعة ليبينوا لنا ما هو تأويلهم للروض الخضراء التي كان يتنزى فيها رب الكيمي الأمرد وما تفسيرهم وتأويلهم للحل الخضراء التي كان الرب يتحلى بها هل باستطاعتهم أن يخبرون تأويل السطر اللؤلؤ الذي كان يستطر به الرب هذه خطوة خامسة هل باستطاعتهم أن يخبرون تأويل السطر اللؤلؤ التي كان يستطر بها الرب ومن أي شيء يستطر هل باستطاعتهم أن يخبرون تأويل السطر اللؤلؤ التي كان يستطر بها الرب وما تأويلهم وتفسيرهم لقدمي أو رجلي الرب وهما في خضره هذه خطوة سادسة وما تأويلهم وتفسيرهم لقدمي أو رجلي الرب وهما في خضره خطوة سابعة واستفهامات تأويلية أخرى حسب رواية أم التفايل فما هو تأويل مجتمع الإنس والجن التيمي للرب وعليه نعلان من ذهب أو في رجليه نعلان من ذهب الخطوة الثانية توجهوا لهم بتلك الاستفامات واحصلوا منهم على الأجلبة والتأويلات والتفسيرات الأسطورية الخزعبلاتية خطوة تاسعة واسألوهم أيضا عن تأويل كون ربهم على وجه الفراش من ذهب وهل كان يغطي وجهه من حر أو برد أو شمس أو ريح أو غيرها أو كان الله التيمي محتشما محجبا لا يجوز له كشف وجهه أمام الأجانب وعلى هذا فلماذا فقط حرم عليه كشف الوجه فقط ولم يحرم عليه كشف الشعر الوفرة الجعد القطاط وإذا كان محجبا ومغطى الوجه فكيف عرف النبي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونبي التيمية لعنها الله فكيف عرف نبي التيمية ومع الرواية نقول كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شاب أمرد إذا كان مغطى الوجه كيف عرف النبي شاب أمرد الخطوة العاشرة هل تلك الاستفهامات وواقعيتها وما يترتب عليها من تهافت وتناقضات تفرض عليهم دفع بعض تهافتهم وتناقضاتهم بالقول أن الروايات متعددة بعدد مرات الرؤى لمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله قد رأى ربه مرات ومرات وكل مرة يكون رب هيئة خاصة وبملابس خاصة وبوضعية خاصة وفي روضة خاصة وفي نزا خاصة الخطوة الحادية عشرة استفهامات كثيرة جدا جدا ولتمهير أفكار المؤمنين وسعق إبليس الحشوية المشبهة المجسمة الظالين أضيف بعض الاستفهامات نريد أجوبتها مع تأويل وتفسير كل جواب منها خطوة ثانية عشرة فهل الله التيمي شاب أو ليس بشاب وهل هو أمرد أو ليس بأمرد وخطوة ثالثة عشرة هل لرب التيمية رأس أو هو بدون رأس وإلههم أبراس أبراس وإلههم أبراس هذا أبراس إلههم إلههم أبراس هل هو أصلع أو ليس بأصلع خطوة أربعطعش رابعة عشرة خطوة أربعطعش وإذا لم يكن أصلع فهل شعره وفره أو ليس بوفره خطوة خمستعش وهل شعره جعد متقبض ملتوي أو أن شعره أملس مسرح مرسل مسترسل 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 صبت صبت مصبت شعره مصرحة كما يقال أو أنه لا هذا ولا ذاك خطوة ساديستة عشرة خطوة ستعش وهل شعره قطط قصير أو أن شعره طويل أو لا هذا ولا ذاك خطوة سبعطعش وهل كان يلبس العمانة أو يقلو سوى أو شيء آخر يضطي برأسه أو أن رأسه كان حاسرا مكشوفا بدون غطاء أو أنه لا هذا ولا ذاك فهو لا بغطاء ولا بلا غطاء خطوة ثمنتعش وهل يخبرنا جماعة التوحيد التيميلو ستوري عن سبب وجود الإله الشاب الأمرد في الروض الخضراء وماذا كان يفعل وهل كان أكبر من الروضة أو هي أكبر منه وهل كان قائما أو جالسا أو مستلقيا في الروضة خطوة تسعتعش قالوا الشاب في روضة في روضة خضراء رجليه في خضراء قدميه في خضراء عليه حل خضراء طبعا يوجد نقاط فلذلك تأتي رجليه وليس رجله يعني مقتبسات من نفس الروايات شاب في روضة خضراء رجليه في خضراء قدميه في خضراء عليه حلة خضراء موقر في خضر موثر في خضر قدماه في الخضراء أقول ما هو سر اللون الأخضر وما هي حقيقته وما تأويلاته وسؤال بريء سؤال بريء للإحتجاج حجة تامة دامغة سؤال بريء فهل الأخضر يدل على أنه مشجع رياضي محترف ولكن لماذا لا يخبروننا هل أنه مشجع الفريق العراقي أو الفريق السعودي فكلهما يرتدي الأخضر الخطوة عشرون لا بس بالصلاة على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم يصلي على محمد وآل محمد الخطوة عشرون في ختم هذه أسطورة أقول أليف وباع وجيم ودال إن كان جوابهم بالتأويل فقد ناقضوا أنفسهم وخالفوا منهجهم من عدم التأويل لاحظ الآن عندنا أسئلة وعندنا استفهامات وعندنا أسئلة واستفهامات عن معاني وأسئلة واستفهامات عن تأويل رؤية فهما الكلام عن التأويل من معاني أقول إن كان جوابهم يعني يقول يقصد بروض خضراء كذا ويقصد بأن قدمي في خضراء كذا وحل خضراء كذا وموفر أو موقر كذا والشاب معناه كذا كتفسير كمعنى استخدم التأويل والمجازات أقول إن كان جوابهم بالتأويل للمعاني لاحظ لا سيتأويل الرؤية إن كان جوابهم بالتأويل للمعاني فقد ناقضوا أنفسهم وخالفوا منهجهم من عدم التأويل وعليهم التسليم بصحة وحلية مناج المعتزلة والأشاعر والشيعة في التأويل في موارد التشبيه والتجسيم أعاذنا الله من المشبه المجسمة المعتزلة الأشاعر الشيعة يلتجون إلى التأويل متى في الموارد التي فيها تشبيه وتجسيم يقولون هنا لا يراد به المعنى الصريح لا يراد به المعنى المنسبق لا يراد به المعنى الحقيقي وإنما الأول يراد به المعنى الآخر يراد به المعنى المجازي يراد به المعنى الثاني بالقرب المعنى الثاني الذي ينسبق إليه الذهن وهكذا هذا أليف با وإن كان جوابهم بالإيجاب ولو على سؤال واحد من تلك الأسئلة عنده رأس عنده شعر عنده قدم عنده وجه وإن كان جوابهم بالإجاب ولو على سؤال واحد من تلك الأسئلة فقد شبهوا وصاروا مشبهة وتعالى الله عما يقول المشبهة ضالين جين وإن كان جوابهم بالإجاب على كل الأسئلة فقد ثبت أنهم مشبهة مجسمة وأربع بالتشبه والتجسيم ومنبعه وأصله يعني تجسيم أصلي يعرفه أهل العراق يعني تجسيم أصلي خط ونخلة وفسواره ضال وإذا كان جوابهم بالسلب على كل الأسئلة فنفع عن الله كل ما رأوه في المنام فهنا الطام الكبرى فإنهم لم يروا الله في المنام بل رأوا الشيطان دال قلت وإذا كان جوابهم بالسلب على كل الأسئلة فنفع عن الله كل ما رأوه في المنام فهنا الطام الكبرى فإنهم لم يروا الله في المنام فإنهم لم يروا الله في المنام بل رأوا الشيطان بصورة شاب أمرد وفرد جعد قطط والمصيبة الكبرى أنهم يزعمون أنهم موحدون وأهل توحيد ويقتلون الناس بدم بارد وبوحشية من قطعة النظير نعم إنهم أهل توحيد الشيطان إنهم يوحدون الشيطان يوحدون الإرهاب يوحدون الجريمة يوحدون سفك الدماء إنهم أهل توحيد الشيطان والإرهاب والإجرام فالرواية الساقطة باطلة جزماً مهما كان رواتها فلا قدسية لأحد أبداً ولا لكتاب غير القرآن أبداً مع التشبيه والتجسيم لا قدسية لأي كتاب مع هذا القرآن مع التشبيه والتجسيم وتنزيل الشيطان من زية الله سبحان الله وتعالى عما يقول الحشوية الدواعش التيمية المفسدون